أعطيت الثورة للغاية ا الظروة انا كم على ذلك جيد необรوء ادتم تعرف لوحدك بهذا الحمد لله ابو حدثني المنزل الرسمي جاء الوقت اللي تخير فيه المصير عمرك 16 مدلغة إلى 17 مدلغة شكراً ليس هناك من العدد ويجب أن لا يوجد فكرة على ما أفعله يمكن أن تسألها في أول مرة أطمئن؟ لا أقلقك أنا أعلم أن أصبح أرشيط أدسين الأن الأيام المتحدة أنا أيضا أريد أن أجل بأبا أريد أن أفعل أمام التورجي بالطبع أشعر بالطبع لا أحد لا أحد لا أحد أعتقد أن العب ينحل فيك عندما كنت صغير و أنت تسمع؟ لم تكن مستقبل في البلاد تقرأ ما عندها وانت تدي دونك عقلك تعود ما يخممش في المستقبل وما متدرك يدي تلبك ما زال كاين اللي يجي ويهضر لك واحد الهضرة فاسدة خاسرة نيقاطيف غير باش يصمت لك الفرحة تاك اهلي قراء قراء بكري خير واش تحب كل شي معرفة باسل ومغوار أنت يا أبا جهل عباد كيما هادو ديجا كيفاش نوري لكم هحكمو وسيمتري بعيد من حياتك فرق عليك الباك تعبت عليها عام كامل لذلك ما تخلي حتى واحد يصمت لك الفرحة تاك تبع قراءتك للأخر ادي لي ديبروم لي تقدر تديهم كامل حتى ولو كان مدير بهم ولو وجاوب الجاهل القاري في حياته يخمم خير من اللي مقراش يتكلم خير يتحكم في وقته خير ويربي ولاده خير القاري ما تغيب لهش وين يروح يجيب حقه مدها عليا إن استطعت والباك اللي تحصلت عليه اليوم هو أول مرحلة في بناء شخصيتكم المهنية يعني شكون رح تكون انت بعد عشر سنين اليوم تبدأ وي اليوم ماشي غدوة ايا نرجعوا للموضوع تعنا وش تخير هنا وين تبدأ تفتح ودنيك وتسمع سجل فيه نونس لا لا بيولوجيا فيه دراهم اقتصاد ما فيهاش الخدمة هنيفو طايح قرف الخارج ثلاثي تقول lyوشي لديه اليوم اهاش تدريد ملاحة تتطعي يا اشتابي وعلا سمسي ما تتقلقوش أخوكم عادلة هنا على بالكم بلي نحبكم من قلبي أخيرا قالها قال حبي قالها وانا قلبي 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 لما راح الهادي كامل فت عليها وراح مطرطاجي معاكم واش فهمت من اللي باشيلي نلقاو عدة انواع ملاحة الكلمة هذي باشيلي تفكرني بواحد اللي بوسو فينيار يعين اللي باشي خير يتبع واشقال له بابه ما يكسرش راسو كاع باش غدوة اذا ما نجحش يقول له انا خاطيني الحاج انتالي حبيت كاين اللي يخير واش خير صاحبه ولا جاره هو يشوف فيه هرزين ويعرف صلاحه بلا ما عنده ولا فكرة على الاختصاص هذك وكاين اللي يخلي دقيقة الاخرى يلتم مع الفرحة طالبك مع البحر الله وكبر حتى انا لدرنيار مينوت ويجري خير الشي اللي كان غير باش ما يفوت العم ابيض وكاين النوع الاخير اللي يخير الاختصاص اللي يحبوه وحب ينجح فيه وهكذا نحبكم تكونوا واجبت لكم اليوم قاطون تقسموه رزال رجع رجعت يا عادل تلخر جبت لكم اليوم عشرة نقاط يساعدكم على الاختيار اولا كون سريو اختيار التخصص ليس بالامر الهين مد قيمة لنفسك وللمرحلة اللي رك فيها يعني كون تجتهد وتختار الشعوبة بجدية غدوة تقرأ بجدية طبيعيا غدوة تنجح مهنين وتكون متمكن من حياتك ان شاء الله بس حكون دي سي دي تطبع برك تخير اللي كان غدوة تقرأ كما جات اللي سانسيال جيب العام طبيعيا غدوة تكون فاشل في خدمتك وما تروحش بعيد لا تلتلتلتلت لا تلتلتلتلت هل تقرأ؟ هل تختار؟ من الاول والفور بالسريو لا تكون مراقب عام المدير ليقف نهار في الدخلة والباب ليغلق على 8 صباح ووقت ما تصل تدخل ولا تأتي بك والدك تأتي الروتار حرية موسيقى بصح حرية اكبر معناها مسئولية اكبر كون ما تنضبج مشهورة اللولا يفوتك تي جي فيه ثانيا لازم تختار وش تحب واذا اخترت وش تحب رايح تبدع وما تملش راهي تلت سنين وخمس سنين كاملة مصباح للعشوة وانت تقرأ موسيقى حتما كنت تختار حاجة ما عندك حتى علاقة بها رايح تمل والمالل ينقسم الاجتهاد ونقص الاجتهاد يوصلك ديراكت للرطرابات ويدا خرجت روموركاج من الجامعة رايح تطيح ومبان في خدمتك لازم تختار واش تحب واش تختار واش تحب لازم تطرح على نفسك بعض الاسئلة ووش نحب هنا في الدنيا زعمة بعد عشر سنين مش رح نكون كنت تريفيزي للباك كنت كاينة حتما مادة ولا زوج كنت فيها آلاز تفهمها بلا ما تتعب وتبين لك كاملة أمور منطقية فاينة أستاذ هذه معلش ناكل قاطو ودايما تضي فيها معدلة مليحة لأن هذا الشيء استعمله في الاختيار إذا كنت لا تحب تلبس كلاسيك يعدب بوك وما تلبس سكرافات تحب تربي اللحية لا تختار تخصص مالية وبونوك ترى ماذا تحب وماذا لا تحب أنا أحب القاطو أقل عيدك ثالثا يجب أن تتقصي الناس وتناسق ما بين ماذا تحب وماذا قالوا لك راكا عرفت ماذا تحب شيء مليحة بالصح إذا لم أستاشرت حتى واحد ماذا يضمن لك بالي ركس حيح وليس لديك فكرة غالطة على التخصص الذي أعجبك لذلك مليح أنك تكون ديترميني ولكن مليح أكثر أنك تكون ديترميني وعكس لا تتقصي الناس لديها خبرة الناس كبيرة عليك والديك بلا ما تتقصي أهم شخص معني في الحكاية رابعا اختاروا التخصص اللي أعجبكم حتى لو كان مكانش في الولايات لا فاك أعوام برك وتفور بصح لحياة أطول إن شاء الله ما تربطوش حياتكم بالتخصصات اللي كان برك في الولايات والفورواحكم ما تعافوش لقراية نحي والدهشة الحياة المهنية غابة خامسا إذا أعجبكم تخصص سقصي ومليح وماذا فيه التخصص هذا وماذا فيه الموديول؟ تقصي وخوتكم الكبار الأساتي كتبوه في جوجل لكي تتفادوا ليسوربريز وتتفادوا وتعودوا العام وتخيروا سبيسياليتي واحدة أخرى مثلا اللي وضعيته المالية ضعيفة قليل ويحتاج يخدم في أقرب وقت لا يختار سبيسياليتي فيها سبع سنين اللي على بلو لازم يخدم أمام طون هو يقرأ لا يختار سبيسياليتي فيها عشر سويع في النهار كن منطقي في اختيارك يا بنت الناس أنا فقير تراهم يومي ما دودا إنما عندي طل كبير بحر شط ألو من دودا إذا على بلك بروحك خاتك الحفيظة لا تختار سبيسياليتي اللي فيها الحفيظ بزاف مثلا فرماسيون لازم تشفى على أسامي دوا تركيبة الكيميائية تعكل دوا لازيفي سوغندير إذا عندك مشكلة مالحساب لا تروح شمات ولا كونتابيليتي انت وانت على بلكم بروحكم غير صارح انفسكم سديسن حط في بلك بللي ما كانش قرية صعيبة وقرية سهلة قادر اللي جال صاحبك صعيب يجيك انت سهل كاينة سبيسياليتي تناسبك وانت تحبها وكاينة سبيسياليتي ما تناسبك وانت ما تحبهاش يعني بالطبع إذا كنت ما تحبش حاجة مستحيل جيك سهلة إما في الليسي إذا ما عجبك معلم مستحيل تحط راسك وتفهم المادة تاعه سابعا إذا ما لقيت بها وانو ما عرف تشقع وش تخير شوفوش دارو والدك لأنه طوال مشوارك الدراسي والمهني عندك زونج غارديان فوق راسك وما كان اكتر من والديك يحبوا لك الخير ومن بلوس رايح تسفاد من الرأس المال العلاقاتي تحب وممكن حتى تحكم لاريولاف أمينا باش تنجح في دراستك ومن بعد تنجح في حياتك المهنية لازم تكون شخص إيجابي في الجامعة هي الألاف والألاف من الطلاب يعني الألاف والألاف من الأفكار منها الأفكار المليحة ومنها الأفكار السيئة تبقى شخص إيجابي احتفظ بما بدأتك وما تخليش الريح اللي يجي يديك الحياات 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 مليئة بالامتحانات والباك هو أول باك في الحياة والباك هو أول باك في الحياة ما تزلك تقرأ تتخرج فركت على خدمات تتزوج تدير الدار تجيب لولاد تكبرهم تقريهم يخدموا كل نهار عندك تحدي يسنى فيك وكل نهار عندك رزولتان تتسنى فيك الحياة مليئة بالامتحانات والله نهضر لكم من قلبيكم لا تكون إيجابي مستحيل تفوتها نقطة التاسعة أخوتي يجب أن تعرفوا مهما الإنسان يخطط مهما الإنسان يبرمج ويجتهد في حياته كانت قوة خارقة كانت قوة قاهرة قاعدة فوق هذا كامل والذي هو المكتوب إن الله هو من يسر الأمور ربي هو الذي يكتب لك أنك تنجح ولم تنجح حكمه في ربي ليل ونهار ودعيه كما يعطيكم واشتمنيته وردي والديكم كما يدعمكم بدعاوي الخير وإن شاء الله تروحوا بعيدا نقطة العاشرة والأخيرة مهمة بزاف بزاف خوتي قبل ما تختار اي تخصص قبل ما تدخل للجامعة مرحلة مهمة في الحياة إلف وبعد تنساها اشترك في قناة كريدة عادلة وصلت لتسعة ومالقيتش النقطة العاشرة دوكي الفالين زيت حاجة عشرة صارين بيان أبونيو 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 مستقبلا مزالوا فيها فيديوهات هايلين يعجبوكم إن شاء الله وشرف كبير لأن قناتي تكون منبع للطاقة للتوعية للمعلومات والنصائح اشتركوا في القناة وكليكوا على البتتكلوش بيش يخرجوا وزو الشلطات هذوق وهكذا واللي عايش معكم في الدار أما ذو كان الروحناك والباروك أقسم بالله غير فرحت لكم من قلبي كل شي مبروك بسم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر